ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية مفد قناة ليبيا الحدث إلى مدينة صبراتة منذر عبد الناصر بداية المنذر أهلا بك وكيف تسير الأوضاع الأمنية والخدمية في مدينة صبراتة والمنطقة الغربية بصفة عامة نعم الأوضاع الأمنية بالنسبة لمدينة صبراتة والمناطق المجاورة لها تسير بشكل ممتاز والأجهزة الأمنية تشتغل على قدم وساف أما بالنسبة إلى الأوضاع الخدمية في مدينة صبراتة والثرمان والعجلات والمناطق الأخرى المجاورة لها تعاني من نقص في مادة الوقود أيضا نهيك عن المشكلة الأساسية في المنطقة الغربية بالكامل وهي انقطاع تيار الكهربائي الذي تصل مدة الانقطاع حتى 12 ساعة وتختلف من منطقة الأخرى هناك مناطق خمس ساعات في اليوم هناك ستة وهناك عشرة وهناك حتى 12 ساعة في اليوم ننتقل إلى طرابلس والأوضاع هناك في المحاور وتقدمات قواتنا المسلحة منطقة ودربيع بالكامل تحت سيطرة قواتنا المسلحة أيضا منطقة استرنا تحت السيطرة بالكامل ومنطقة انشيع والحدود الإيدارية لمدينة تجورة هناك منزالة الاشتباكات دائرة حتى هذه اللحظة أيضا مدينة صبراتة يوم البارحة شهدت اجتماع رفيع المستوى من عميد بلدية وشيوخ وأعيان وأيضا الجهزة أمنية وغرفة عمليات صبراتة أيضا عمداء المناطق المجاورة والاجتماع كان فيها العديد من النقاط ربما بعض النقاط لا نستطيع أن نذكرها حاليا في وسائل الإعلام لأنها ستكون مفاجأة حقيقة وأخبار سر في الأيام القليلة القادمة اتفاقيات وأبرز الاتفاقيات هي رفع الغطاء الاجتماعي على كل الخارجين عن القانون ومحاربة الإرهاب في كل المنطقة الغربية والوقوف صفا واحدا مع قواتنا المسلحة مدينة طرابلس أيضا ستشهد الساعات القادمة ربما أو الأيام القليلة القادمة ساعة النصر القريبة والحسمة الأخيرة والعديد من المفاجآت ستكون على الساحة في القريب العاجر أشكرك منذر عبد الناصر موفد قناة ليبيا الحدث إلى مدينة صبراتة شكرا جزيلا لك